أنا بيكو عزيزي طلبة طالبات سنولة ثنوي أنا مستر مسهيم النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض يونت ثري بارت وان هنقسم الوحدة لأربعة أجزائها أو خمسة على حسب حجمها هنبدأ إن شاء الله في اليونت ثري اللي يعيب عنوان The power of the mind The power of the mind يعني قوة العقل طبعاً أنا بيكلم عن العقل ليش المخ لأن العقل ده حاجة معنوية إنما المخ ده حاجة مادية قبل ما نبدأ إن شاء الله ياريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويتوز على زر الجرف علشان يجيلوا الفيديوهات أول بقول ويعمل لايك ياريت لأصحابه وشير علشان هما كمان يشتركوه ويستفر نبدأ بالمكابولار بتاعتنا The power of the mind معناها قوة العقل بعد كده كلمة أنا لاعيذ وده فعلاً معناه يحلل وده من الوظيفة الأساسية للعقل لأنه يأخذ المعلومات يحللها ويأخذ بعضها عشان يطلع لنا معرفة أو فكرة تيد أنا لاعيذ ويأخذ المعنى منها يسمى analysis هنا analyze الوهنة تثني i إنما هنا تقول analysis معناها تحليل وتحليل ممكن يكون تحليل معناوي لمعلومات ممكن يكون تحليل مادي لو أنا بعمل analysis مثلا سواء في المعمل بعمل العين التحليل يبدأ analysis بعد كده كلمة breathe وهنا تتنطق بال وبعناها يتنفس اوكي ده الفعل الverb منها لكن لما حب أجيب الناون بخلي تتنطق تا يبقى breathe معناها نفس أو التنفس يبقى breathe اوكي اوكي بعد كده breathe هي عمالية التنفس نفسها اوكي cell cell معناها على حساب مكان فالcell في الجسم لما تبقى في الجسم يبقى خلية اوكي وسيل معناها بطرية يعني حجر اللي بنحطه في الكشاف او حاجة وممكن تنفع اللاية اوكي يبقى لا يمتع في الرغبان يبقى الخلية ولا لا يعود البطرية كلمة complex complex معناها معقد incredible يعني لا يصدق يصدق يعني غير معقول غير معقول لا يصدق incredibly معنى لا يمكن أو بطريقة لا تصدق pain معنى ألم painful يعني مؤلم ده ناون ودي الاتجيب منه password انا كلمة مرور أو كلمة السر فوتوغرافيك يعني ذاكرة فوتوغرافية دي اللي هي بتاكد لقطة من المعلومة وتحفظها زي ما هي كده فوتوغرافيك ميموري powerful معناها قوي الناون منها power اللي هي القوة بعد كده temperature معناها حرارة حتى ما كنت تستخدم على انها الحرارة بدأت الجسم يعني يعني عندي سخونة معناها سخونة سخونة اللي هي استفاءة من درجة الحرارة أو بحيث بالتوقع علم هو من درجة الحرارة نقول صلى اللهعك ما مرر بسرعة لاحظ أنه أنا يأكل نحن ينظر تقريبا مجددا يبدو يبع يحيط يبع يقريبا يدع جمال كلمات اللي بعدها لست معناها قائمة أو يكتب فيها قائمة تنفع ناوم وتنفع ناوم ممريز معناها تذكرية معنى أي صوت عالي كلمة معناها متواضع والناوم منها حط لها معناها حريص بذكر ديت هنا تليها كسمة لو كان بذكر يعود تاريخه إلى ويأتي معنا خلف الجر بقى يعود تاريخه إلى ديت فاكتو ولو كان ناوم يبقى معناها تاريخ أو طنب يعني من الطنب اللي هو البلد يبقى الاتنين مثلا ديت وديت ممكن معناها معايد وبذلك في الموعيد الغرمية بقى ديت معناها معايد خرم تكرار لكن هنا بيتغير تحاول ل ونحط أو بعض معناها أخيرا أخيرا معناها كذا معنا لها كذا معنا معناها حق معناها صحيح معناها يمين معناها ينسى معناها ينسى ينسى معنى شيء بجادة مش مضبوطة بس هنعرف عينسى يعني متفاجد أو مدهش معنى يعني يغفين المخة الذي هو النخ إلهي هل هو المخ الحساب ps المشرب بالحدة من اللحم وهو الديو في العام معناها حالا تعلم تعلم معناها 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 يتحكم أو تحكم الاثنين يعني تنفع نعم وتنفع معناها حسالة ضرر ضرر أو ضمار تنفع اثنين معناها ممكن معناها اختلاف معناها معناها يستقبل يبقى هدية مثل أو يستقبل رسالة أو يتلقى عارفين يتلقى 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 رسالة يتلقى أي حاجات تتبعي معناها مختلف التي هي الألجاب الألجاب سرعة تانية لست أفضل تجربة توقف 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 نجحة تنفت مكمل معنى هضم الفعلي معنى هضم أخبركم أن الجيد تقول جه معنى الحواس ومفردها اللي هو مواحدة منهم هي يشم تجربة تسمع عملية في المعمل أو حاجة علمية معنى مخزن معنى محل أو مخزن معنى مفضل معنى يتذوق أو التذوق نفسه معنى يمسك أو يعقد عندما يكون اجتماعي يبقى معنى مخزن معنى مخزن معنى مخزن معنى مخزن معنى مخزن معنى معنى الوزن معنى 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 يستمر downwards يعني الاسفل guess معنى يخمن hearing تسمع hold reply يعني يجيب أو يرد مثلا reply بس مع الفون مثلا reply pronoun كما أمروا السرع tend digestion senses smell experiment store taste together hurt information wait around, continue, down words, guess, hearing, call, reply, pronounce الناوم من pronoun is more pronunciation يعني النطق سايت معناه الرؤية انا اخذنا كل الحواس معناه يفترف والناوم منها suggestion معناه ضوء الشمس ترن دي معناه انعطاف او يدور او ينعطف يلفس يعني ترد برائد ترد برائد او اخذ الانعطاف اللي هاي برائد يعني لامع او مشرق معناه يركز وبتساوي كمت فوكس قلاسيس معناه نظارة اوكي يعني محبط جيم اللي هاي الالعاب الرياضية يعني اللي هاي الالعاب الرياضية وبسات اللي يتقص باسم كله اللي هي كتر كمت جيمناسيوم 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 معناه مستحيل لو شلنا الممكن impossible impossible جيمناسيوم جيمناسيوم يعني مسافات طويلة ودايما كلمة بتيجي مع اتجاه الافقي بتيجي مع الاتجاه الافقي انما لما يقول اتجاه الراسي يبقى اتجاه الافقي 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 درما تكون أدش درما تكون أدشتف درما تكون سيفاريت معنى يفصل درما تكون برب بس النوتو بيختلف سيفاريت مفصل سيفاريت يفصل تاير معنى يه متعب درما مرر بصورة امترات الحلوان سيفاريت وريش ألم نبدأ بعد كده الكلمات اللي معها حروف جر ودي مهمة جدا لأنها موظم الأسئلة الاغتيالي بتقنع Act as يعني يأكل دور Act as a مثلا A hero مثلا يأكل دور As for دائما كلمة as أو في موظم الأوليتي يعني مش دائما عشان ما تبقاش فيه تعميم غلط Ask if you have a heart regard for Ask for help يعني ايه يطلب مساعدة أوكي نبقى كلمة help جي تتغير Ask for money Ask for a glass for her هي حيب نطلب أي حاجة بقى يبهض دي المتغير At the same time يعني ايه في ذات الوقت يعني في نفس الـ الحاجتين بيعطبوا at the same time أوكي By the end of يعني في أو قبل نهاية كذا By هنا كنت تبقى معناها في نهاية الأمر أو قبل نهايته على طول يبقى ايه By the end of the day يعني في نهاية اليوم أنا قلع بلتك هذا كذلك Okay Breathe in Breathe In يبقى يسترشق Out يبقى يعمل زفير Okay يزفر يبقى هنا مع ايه يستنشق أو يزفر يزفر لوحدة ودي واحدة مع اين يبقى يسترشق ومع out يبقى ايه يزفر Okay Do badly أو do well Do يفعل حسناً أو يفعل ايه حاجة سيئة يبقى ايه يسيء العمل أو يحسن العمل اللي عمل يدو بادي يبقى يسيء العمل Do well يبقى يحسن العمل يبقى ايه يعمل حسناً Fall over يعني يسقط أو يبقى Find it difficult to يعني يجده صعباً ويبقى ايه ال 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 الو المصدر يجده يجده صعب أم يجده صعب أم يبقى الحاجة يبقى He found it difficult to learn English He found it difficult to learn English يعني وجده صعباً أن يتعلّف الضغلين كذلك Have a good memory for يعني له ذكرة هنا ذكرة ذكرة مش ذاكرة يعني عنده ذكرة حيبة لحاجة مؤينة طبعاً هذه لا تضايرها حسب الفاعل تعني لو كانت هي أشياء التي بها ثم بها يقول hold out your hand يعني 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 يترك يلو hold out your hand keep يعني يبقى لائقاً بدنياً يعني 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 يمارس رياضة عشان يبقى يبقى لا يبقى الدنيا. هنا قلنا يعني ايه? يترك يده. او يده. 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 اللي بعدها. نوت معلها ملاحظة. يبقى يعني الملاحظة عالي. يعني يدون ملاحظة عالي. المهم ايه? ان الفرنش هيبقى بنفسي معلها بيكي يصنع مناسب للكلمة. ملاحظة. يبقى ايه ملاحظة? مش هيعملها هيكتبها يعني يدونها. يبقى يدون ملاحظة على الحاجة معينة. انا تبقى فاهمين انت حرف الجر يتغير معنى للكلمة والفعل يتغير حسب الكلمة اللي جاي معي. يعني يجعل او يصنع او يتأكد. 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 يعني يمر بس ما تيقي مع test معناها ايه? معناها ينجح. يبقى ينجح في ايه? في الامتحان او في الاختوار. او كي? او يعني هكتاز. او كي? او كي? معناها يعني يكسر. ويت معناها وزن. يبقى مش معناها حصا ندون. يبقى ما تيقي معنا تمت ويت معناها ايه? يزداد في الوزن. يبقى بتساوي يبقى عند وزن اكثر. معنى ايه? يقرب. بس بصوت عيني. انا معنى شمش يدوء. معنى يتذوق الاختلاق. يتذوق التفكيرين. اوكي? بعد كده يوسفل فور معنى ايه? مقيد ل? معنى ايه? في. اتبا لكم في حاجتين مع ايه? زي ما قلنا فيا إذا كنت أسمعه good at إذا قيلوا فيه إذا كنت أحد يقول مثلا good at English good at Arabic أي مدى درسية إنما good for يعني good for your health okay يعني أتقوّل ماشي say back يعني يعني okay for example يعني على سبيل المثال okay send back معنى يعيد الرسال أنا أعطي لك حاجة بالغلق and you send it back وأنت أرسلتها ليا تاني okay أما كنت pick out معنى معنى pick out معنى يلتطق حاجة على وقت على الأرض I pick it up pick it up أو pick up كذا يعني لو ممكن يجبها pick up مثلا الألم وقع على الأرض you can pick it up أو pick up لتنين تنفع تحط أب بعد المخلول أو تنفع تحط بعض إيه الفاركة اللي بعدها be made of be the verb to be يتغير شكله على حسب الفعل made of يعني مصنوع من مصنوع من يعني إيه مثلا إيه the table is made of wood معمولة من خشب okay clever at نتلاحظوا من الاستفاطة good or bad clever كلهم يعني إيه يعني ماهر في clever at something clever at carpenter يعني ماهر في نجارة list of معنى إيه قائمة من قائمة كاس take something out of take something out of يعني يخرج شيء من يبدأ take the money out of your pocket يعني تخرج الفلوس من إيه من ليبا work together يعني إيه يعني إيه نعمل سوية okay come down يعني ينزل واخر حاجة concentrate دايما نيجي معها في جارة يعني إيه يركز على وإذن قلنا كلمة concentrate نكون حلم على focus okay فقط كده هنبدأ في شرح للكلمات المنشابهة زي كلمة إيه brain brain معناها مخ وده قلنا إيه الجزء اللحمي اللي في اللي في الرقص اللي بيقوم ببعض الوظائف الحيوية أما mind اللي هو العقل ده الحاجة المعنوية okay زي إيه بالصبت هننقول الكمبيوتر الكمبيوتر عبارة عن إيه عبارة عن brain إنما الهاردوير بتاع الكمبيوتر يعني الكيبورد والبروسسس والحاجات دي الهاردوير بتاعه هو brain أما الصوفوير اللي هي البرامج اللي هي mind طبعا بس كنت mind ممكن تتظم حاجات تانية باختلافات تانية زي كنتي I don't mind يعني لا يبانا يبانا mind ما يعني مش معنى عقلي make up one's mind make up a mind يعني إيه يعني يقرر I make up my mind يعني أنا قررت أنا أخذت قررت never mind يعني لا تبالي ما همتش لا تبالي ما كنتم إيه حد عملي حاجة أو خبطني مثلا ما بقولوا never mind ولا يهمك keep in mind يعني إيه يعني هتفز دي في عقله يعني يحفظ في العقل keep in mind يعني أنا قلت لك بحيك I told you something keep it in your mind يعني هي خليك مخك أوكي ألا فعلا أما الأفعال أما الأفعال remind and mention remember معنى يتذكر أوكي بنفسه I remembered his name أنا تذكرت اسمه طب كنت معنى you like care you like care نعط عليها شدة بكسر يتكتر يعني فكر وان أوكي يعني I remembered his name إذا أنا الواحد افتكرت إلا ما إيه I reminded him of what he had had to do أنا فكرت باللي المفروض يعمل أوكي يبقى هنا يذكر شخص بحاجة يبقى بعدها إيه مفعولين اثنين فكرت بحد بحاجة أوكي mention معنىها يذكر من الشيء يتذكر يعني هي مثلا إيه can you mention can you mention a name of a meal يعني تقدر تذكر اسمه وانها ماشي بمانشن هنا معنىها تقول تقول اسم الحاجة لك ونطلبها منه أما كنت able capable can هنأخذ ابو معنىها ايه بيك معنى خطر able to able to معنى ايه قادر على ودي صفة يعتبر ايه صفة able to اوكي كده واضحة أكثر قادر على ويجي ابلاها verb to be he is able to ويجي بعدها مصدر اوكي he is able to do something اوكي اما capable بيجي ابلاها verb to be برضو he is capable بس يجي بعانا حرف of وهيك بعدها gerund يعني verb وراء ing he is capable of doing something برضو معنى ايه قادر على بس الاختلاف ايه مش في verb to be لا في حرف to of وبعد كده هنا في infinitive وهنا في جارة ability كلمة able to معنى ايه معنى has the ability to وبردو الى ايه infinity has the ability to يعني لديه القدرة على فعل شيء he has the ability to do something اوكي enable معنى يجعل يجعل او يجعله قادر على يخلي واحد يقدر يعمل هاي يعني يمكنه ممكن نكتبه كده ايه يمكنه يمكنه اوكي يبع i enabled my cousin to read my book يعني انا مكنت ابن عمي يقر كتاب خليته يقر i enabled him to read اوكي هما كلمة كان بكتبه able to i can do something يبع i am able to do something اوكي يبع معنى ايه يستطيع اوكي وممكن نكتبه من اي واحدة منهم مكانة تانية بس اهم حاجة تركيب the prepositions حرف الجرمع اللي بعدها ان كان infinitive ولا gerund ولا المصدر اوكي طيب بعد كده بيقولنا كلمة taste feel smell الثلاثة من الحواد لما اقول الافعال دي يجبعد احصل اه it tastes delicious delicious he feels happy بيشغل بساعدة it smells good يعني رحي ترحل اوكي يبقى يبقى دول بيجبعدون adjectives succeed in يعني معنى ايه ينجح في بتساوي ايه بتساوي تلميت pass دس هنا هنا في حرف guard هنا ما فيش حرف دار يبقى succeed in the exam إنه هنا pass the exam على طول يبقى ايه ينجح في بس من غير ايه بيجب على طول هنا ايه عاما تشاهدون يبقى he succeeded in the exam he passed the exam اوكي managed to managed to معنى ايه يتمكن من ان وقد دوبالكوا من ان يبقى ايه يبقى ايه infinity الماضل يبقى he managed to pass the exam he managed to drive يعني يتمكن من قيل سيار اوكي يتمكن منه ويجي بعدها مصدر الفعل كما بقى الكلمات المتحيلة كلمة experiment معناها تجربة علمية بتبقى في المعمل اما experience معناها خبرة مختلفين تماما عن بعض معناها الذاكرة او memory معناها ذكرة ودي جمعها ذكريات 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 الحاجات التي حصلت لي انما memory هي الاذاة اللي انا بفتكر بها معناها هدية تذكارية انا رعت مكان واشتريت منه حاجة عشان تفكرني بي يبدأ على اي 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 صوب نير انا الفرق ما بين message و massage تبارك في النقطة كويس او دي اسمه message message معناها اي رسالة الفرق هنا في الاي في المفروض a بعد s massage هنا في اي كمان massage في الوضع التذيق هنا message وهنا massage المترجم للسبيلين مثلا Password و Passport الاثنين فيهم Pass لكن هذه Password معناها كلمة مرور اللي انا بكتبها عشان ادخل برنامج او ادخل كمبيوتر او كلمة السر Passport معناها جواز الصفر اللي انا بعمله عشان اقدر اسافر بي Quite 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 الاقرالية معناها هادئ ودي صفر My baby is quite My baby is quite يعني الطب اللي بتاعي هادئ اما كلمة quite دي بيتيجي معناها تماما وبتيجي بعدها يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني طويل جدا اوكي؟ يعني طويل قوي يعني طويل قوي يعني طويل قوي اما كلمة quite ده فعل معناها ايه؟ معناها يغابر كمام؟ اخر حاجة كلمة voice voice ده اللي هو ايه؟ الصوت بس ايه؟ الاذمي بتاعنا احنا يبقى يبقى my voice you hear my voice انت سمعت صوتي انما كلمة sound معناها ايه؟ معناها اي صوت اوكي؟ يبقى I hear the sound of the car انا سمعت الصوت ايه؟ السيار يبقى الساوند يجي مع اي حاجة انما كلمة voice مع ايه؟ اصوطنا احنا بس تمام؟ بعض الافعال بديد مع الكلمات معينة ذي كلمة ترسيب يعني يستقبل استقبل ايه؟ 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 طبعا عرفي معناه guess يعني يخمن ايه؟ answer او يخمن someone's age يعني عمر وحد معناه send you're sent يرسل ايه؟ 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 او window او ايه؟ هذه الكلمات تأتي مع هذه الأفعال سوف نحلصنا لسن 1 سيكون تدريب أو أسئلة على الأسئلة التي أخذناها لكي نستطيع أن نثبته وأن هناك شيء تطير مننا لو أجبكم الشرق يريد أن نشارك في القناة ونضع على زر الجرس يريد أن نضع على زر الجرس لكي يجب عليكم الفيديوهات أول بأول لا يوجد شيء وممكن أن نقوم بعمل وشير أصحابنا أيضا لكي يشتركوا ويستفيدوا أراكم في القناة جديدة مع مستر نسيم والإنجلش سلام